بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الفصل الثالث في الفائدة البسيطة اللي هي الجزء الاول من منهج الرياضة المالية عندنا الواحدة الثالثة او الفصل الثالثة اسمه خصم الاولاء التجارية احنا اخذنا الخصم يعني لما اكون عندي مبلغ في الفصل الثاني وعايز اخصمه يعني ادفعه بدري لا في حاجة بقى اسمها ورقة تجارية بتنتعامل بيها في المؤسسات المالية ادي التعريف بتاعها تمثل لكم التجارية الثقوق ذات شكل معين وشروط معينة فانا لو قمت باقتراض مبلغ ما انا شخصي قمت باقتراض مبلغ من شخص او من مؤسسة مالية يعني بيكتب عليها زي ايه زي ايصال كده يعني ده ما معنى الورقة التجارية حاجة شبيهها بالايصال كده حاجة اسمها السقوق او سندات وبتتعهد في هزي السقوق انك تسدد الدين في تاريخ معين كويس كده وبيتم تحريب ورقة باقي فيها كافة التفاصيل امتى هسدد هسدد قد ايه وكل الكلامنا طيب احيانا يرغب الدائن في الحصول على الكمبيالة او السند قبل موعد الاستحقاق يعني عايزها بدري طيب البنوك بقى وفرت خدمة ظريفة جدا اسمها خصم الاوراق التجارية ببعض الشروط يعني ايه يخصينها يعني يدفعها بدري طب انت هتجيلي بدري عن معادك تدفع الشيك او الكمبيالة اللي عليك او السند او السق اللي انا كتبته عليك طيب البنكي بيحط لي بعض الشروط عشان يقدر يخصيني هذه الورقة وبدل ما ادفع مثلا في الاخر 1500 ريال لا ممكن ادفع اقل ايه يبقى الشروط الخصم اول حاجة ان انت بتحسب حضرتك الخصم التجاري من القانون العادي خالص مبلغ في معدل في مدة اذا كان انا علي ورقة واحدة ان البنكي كاتب علي سند واحد او سق واحد كويس ورقة تجارية واحدة ممكن يكون علي عدة اورقة تجارية يبقى استخدم طريقة النمر على طول ان خصم التجاري حسبه المعدل على 360 طبعا لان ده تجاري او 12 لو شهور في مجموع كل مبلغ في مدته اللي هي دي طريقة النمر يبقى دي اول حاجة ان نحسب الخصم التجاري على الورقة طيب البنكي بيقولي طب انا هديك مهلة سادات تشترط بعض البنوك مش كل البنوك يوم او اكثر الى المدة بين تاريخ الخصم وطاريخ الاستحقاق يعني انت حضرتك هقولك انا هديك يومين مهلة سادات ويطلق على هذا اليوم مهل سادات دي ويضاف الى المدة العادية ممن تكون عند في التمرين اضيف عليها مهل السادات لو موجود طيب البنكي كمان بيقولي طب انت اللحظة جاي اللي بدري انا هعمل عليك حاجة اسمها عمول التحصيل عمولة التحصيل دي يا جماعة عبارة عن القيمة الاسمية وهو هيديني حاجة اسمها نسبة العمولة في المسألة يبقى بياخد نسبة من القيمة الاسمية اسمها عمولة التحصيل طيب وبياخد كمان حاجة اسمها مصروف التحصيل او مصاريف التحصيل برضو بيدرب القيمة الاسمية في النسبة لانا هديها لك في التمرين كل بنك بيبالين يثبته يعني كل بنك ليه شروطه لوحده بس المصاريف دي بتعرضني لثلاث حالات اللي قدامي دول لثلاث حالات دول بيقول لي طيب ساعات البنك بيشترط حد أدنى يقولك ايه انا باخد مصاريف اقل حاجة 15 ريال طب افرد انا حسابت مصاريف التحصيل تلو 10 ريال لا ااخد 15 طب يبقى لو البنك بيشترط ان الحد الأدنى 15 ريال خلاص رحت انت حسب المصاريف بالقانون بتاعها لقيتها 10 ريال طب البنك يعمل ايه قالك انا ما ينفعش اخد 10 ريال انا اقل حاجة اخدها 15 يبقى البنك ساعتها اخد 15 طب لو حسبت المصاريف لقيتها مثلا 25 ريال البنك ياخد ايه ياخد 25 ريال يعني ياخد 15 فاكثر ياخد الحد الأدنى فاكثر هي دي الثلاث حالات اللي قدامنا اذا كانت مصاريف التحصيل المحسوبة السوي الحد الأدنى نأخذ ايهما واذا كانت مصاريف التحصيل اكبر من الحد الأدنى نأخذ القيمة المحسوبة اللي هي الخمسة وعشرين دي واذا كانت مصاريف التحصيل اقل من الحد الأدنى اللي هي الحالة دي اروح واخد الحد الأدنى يعني كده كده البنك بياخد 15 فاكثر ما بيقبلش اقل من كده في الاخر البنك يحسيب لي صافي المستحق العميل بقى يدفع كم في الاخر تسوي القيمة الاسمية ناقص حاجة اسمها اجمال الخصوم طب بتيجي منين بقى اجمال الخصوم دي بتيجي من القانون الاتي اللي هو الخصم التجاري زائد العمولة زائد المصاريف خصم التجاري انا كنت حسبته في الخطوة اللي فاتت احيانا برضو بيطلب مني يعني دي حاجة يعملها العميل البنك استفاد مني بخصم قد ايه يعني بمعدل قد ايه يقول لي هاتلي معدل خصم الاجمالي معدل خصم الاجمالي تسوي مجموعة الخصومات اللي انا جبتها من القانون اللي فات دي معناها مجموعة الخصمات او مجموعة الخصم يعني على القيمة الاسمية في حيث انا كتب لك اهو الصميشن دي او مجموعة دي هو اجمالي الخصمات ده بابتكلم عن ورقة واحدة لكن لو كانوا عدة اوراق بستخدم قانون النمر اللي هو اجيب مجموعة الخصمات على مجموعة القيم الاسمية ليه كل مبلغ في مدته يبقى نمر بس احنا ان شاء الله مش هنتعرض في التمرين لهذه الجزئية لكن هنتعرض اذا كان علي ورقة واحدة بكده نبقى خلصنا فكرة يعني ايه ورقة تجارية خصم ورقة تجارية عرفنا معناها والخطوات وان شاء الله من الفيديوهات الجاي نبتدي نعرف ازاي نحل تمرين في ورقة تجارية مع شروط البنك ونلتقي الفيديو القادم ان شاء الله